هاي الزمالي هستأذنوا ميجبولي تاني الراشز اللي احنا كنا لسه بنعرضها حالاً للأمين العام للأم المتحدة أيوة أنتوني جوترش أظن الرجل كان واقف عندنا فرفح بنفسه بذاته بشحمه ولحمه ودمه يقف عندنا يشاهد جيداً ويرصد جيداً رؤى العين ما الذي تقدمه مصر من جهد عظيم لإيصال المساعدات الإنسانية لأهلين الفلسطينيين بل وشهد هذا الرجل بنفسه رؤى العين بنفسه رؤى العين كم التعنت الإسرائيلي في دخول هذه الشحنات وتحدث عن ذلك وزي ما كان بيتكلم الأستاذ عمري من شوية إذا كان العالم كله نقل الضربات والقصف الإسرائيلي على الطرق المؤدية لغزة من الجانب الفلسطيني يبقى احنا اللي بنوقف إزاي؟ يعني أنت متخيل يعني إيه يقف أحد أعضاء الفريق الإسرائيلي في المحكمة ويقول أصل مصر موقفة المساعدات ده إيه البجاحة دي يا أخي ده إيه البجاحة والجلد التخين ده إيه ده جلد سميك وبجاحة وكذب يعني العالم كله شايفك أنت اللي بتضرب والعالم كله شايفك أنت اللي قفل المعبر الأمين العام الأمم المتحدة شايفك أنت اللي بتقفل المعبر العالم كله شايفك أنت اللي بتضرب المعبر من الجانب الفلسطيني العالم كله شايفك أنت اللي بتضرب الطرق من الجانب الفلسطيني حتى لا تصل المساعدات العالم كله شايفك إن انت اللي بتضرب المستشفيات وتقول إن مصر هي اللي معطلة دخول المساعدات الإنسانية والأدوية وما لحنا عدنا السبع تلاف طن دول إزاي بالحمام الزاجل كذب وتبجح وقدنى مستويات الانحطاط السياسي هل هذا جديد؟ أبدا وصمة بشرية الحقيقة وصمة بشرية المؤسف والمؤلم في الموضوع إنك تشوف قوة دولية تدير العالم تقف شبه متفرجة أو يجي حد زي ديفيد كاميرون يقولك وقال كده نصا بالمناسبة أصل مصر عندها إجراءات روتينية تحولة دون إيصال المساعدات ده إن فهمك حاجة يفهمك أنه تل أبيب ولندن وجهان لنفس ذات العملة يتحدثان بنفس ذات الخطاب وليست من باب المصادفة على الإطلاق إن ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الحالي اللي هو رئيس الوزراء البريطاني الأسبق اللي تسبب بالمناسبة في تفتيت ليبيا ووصولها لهذا الوضع غوى تحديدا بقراراته ولي بعد كده يقولك إيه؟ إحنا قلنا ننسحب بقى عشان خلاص لا جدوة قلنا ننسحب عشان لا جدوة بعد إيه؟ بعد خرب ملطط مهم؟ فلما تيجي تشوف هذا الرجل يتحدث قبل 3 أيام من المحاكمة في لهاي ويقول نفس الكلام اللي بيقوله الإسرائيليين هي دي صدفة يعني ديفيد كاميرون يطلع يقول والله المساعدات بتتعطل في الجانب المصري بسبب الإجراءات الروتينية ده قال الكلام ده قدام لجنة التحقيق البرلماني لجنة التحقيق اللي عملها مجلس العموم البريطاني لجنة التحقيق المختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال لهم كده نصا تعدي 3 أيام وتحصل المحاكمة تلاقي عضو الفريق الإسرائيلي يطلع يقول لك إيه؟ ما هو أصلا الحاجة بتعطل في مصر هي دي مصادفة ولا تنسيق؟ السؤال هل لازلنا في المنطقة أو حول المنطقة سواء إذا كنا المنطقة العربية أو المجموعة العربية الإسلامية هل لازلنا نسق في المواقف الأوروبية أو تحديداً المواقف البريطاني؟ أستبعد طيب إمعاناً في العنف وفي القتل وإمعاناً في إبادة الشعب الفلسطيني لازلت ضرب مستمراً حتى هذه اللحظة وكأنه لا فيه محاكمة قدام محكمة العدل ولا فيه حاجة اسمها لهاي ولا فيه حاجة اسمها وفد من جنوب إفريقيا موجود لأجل قضية إبادة جماعية حقيقية العالم كله يا شهادها الناس كلها خرجت في العالم في أكبر العواصم وأصغر الدول علشان تتظهر لأجل هذا الشعب المكلوم المنكوب فيكمل الإسرائيليين وكأنه لا أحد يستطيع أن يضبط أو يربط لا لندن ولا واشنطن مين بقى اللي واقف البلد الكبير البلد النزيه البلد الذي يتحلى بكل أنواع الفضائل الإنسانية في سياسته زي ما هي في شعبه بلد اسمه جمهورية مصر العربية لك أن تفتخر أن أنت مصري واقف هذه الوقفة وما بتترجعش ويتضغط عليك وما بتترجعش ويتعملك إغراءات مالية واقتصادية وما بتترجعش الله نهدد فلا نترجع نرغب فلا نترجع بل بالعكس كنت شديد الحسم والبأس والقوة قلت أنه مفيش معايا كلام في الموضوع لا تحجير قصري ولا تصفية للقضية وما حدش يقول أنه هيديلي مساعدات بالمقابل لأجل أن أتنازل عن موقفي لأنه أي حديث في هذا الكلام يعتبر وكأنه إهانة لهذا الوطن العظيم فرفض الحديث استطاعت مصر استطاعت مصر استطاعت مصر أنها تغير وجهات نظر بلد زي فرنسا وبلد زي أسبانيا وبلد زي البرتغال والعديد من البلاد الأخرى في أوروبا مش بس في الاتحاد الأوروبي استطاعت مصر أنها تصل لشكل من أشكال التوافق على بعضه أو توافق كامل في بعض وجهات النظر حتى عند واشنطن الداعم الأشهر والأقوى لهذا الكيان المحتل